لا يشبه المكان حياتهم ولا ماضيهم الذي كان وبمجرد أن يغادر مسكنه الأصلي يصبح اليمني مشردا ورقما في قائمة النازحين هنا في محافظة لحج حيث أنشأت السلطات المحلية مخيما للنازحين القادمين من محافظة الحديدة تقاس عشرات الأسر الهاربة من ويلات الاقتتال ظروفا معيشية صعبة وتحدد تقارير محلية أن قرابة 250 أسرة تقيم هنا في المخيم جنوبي مديرية توبان وسط تزايد في تدفق عداد النازحين يعيش الآن في داخل الخيمة في أشد الحر ورياح شديدة هنا وكما ترون القوة غير لاعق العيش نحن هناك في بيوتنا نحن نفتقر للحياة كيف هذولا الذين هم في مخيماتهم الحاج حمود سالم واحد من هؤلاء النازحين لم يكن يتصور أن يصبح نزيلا في خيمة لولا موجة الصراع لكن هدفه لم يكن أيضا النجاة بحياته إذ كان للشيخ الطاعن في السن مهمة أخرى نزحني هربنا بالأولاد عشان يعملون دروق بشرية الحوثيين يعملون دروق بشرية وأنا من قيمة خمسة شباب لأي شلوا أي ثنين لثلاثة خلقت هرب بأولادي من الحوثيين وذي حقيقة من شيء أقولها كذلك إنه مجربة قد أخذوا شباب من جنب حني وأسبوع أسرين يجلبوا مقتول وسط هذه الأوضاع المعيشية الصعبة تتضعف احتياجاتهم في بيئة النزوح الجديدة هذه حيث يطل شبح الجوع برأسه في ظل عدم المواد الغذائية ومياه الشرب والدواء ذا الروتين يعكلوا منها أطفالي لما نالليل إذا جاعوا ذا حين الوجبة ذي الرزبها لما نالليل ساعة تسعة في الليل يجيحنا روتين ما فيش غيره ساعة تسعة في الليل يجيحنا روتين أنا ما أكلش يقول مشتيش يشكو النازحون من غياب دور وطني أو إنساني فعلي انتجاههم من قبل الحكومة الشرعية أو المنظمات الإغاثية المعنية للتخفيف من وطأة عذاباتهم اليومية المستمرة لكنهم لا يزالون ينتظرون لفتة تسهم في التخفيف من واقعهم المزري فالحرب التي اندلعت في الساحل الغربي ألقت بهم في صحاري الجنوب لكنها في واقع الأمر تركت وجوههم المنسية للصورة التي لا تكذب ولم يعد يشبه ماضيهم هذا الحاضر وما أبعده عن الآدمية ترجمة نانسي قنقر